مرحبا بكم مشاهدين الكرام اليوم سنتحدث عن بعض النصائح العامة التي يجب أن نعملها كل يوم في طب الأسنان طبعا أولا يجب أن نستخدم نوع فرشات الأسنان أن يكون نوعها جيد وأن يكون حجمها ملائم لحجم الفم وأهم شيء أيضا أن نستخدم معجون أسنان جيد وخاصة يجب أن يحتوي على مادة الفلورايد التي تحمي أو تقوي طبقة المينة التي هي أهم طبقة في الأسنان طبعا تفريش الأسنان أقل شيء مرتين باليوم صباحا ومساءا وأهم شيء أنه انفرش الأسنان قبل النوم وبعد تفريش الأسنان يجب أن لا نأكل أو لا نشرب أي شيء سوى الماء ويجب تغيير فرشات الأسنان كل ثلاثة إلى أربعة شهر أو بعد استهلاك شعيراتها ومن الأشياء المهمة في وقاية الأسنان طبعا هي المأكلات والمشروبات أكثر الأطفال يستخدمون الحلويات والسكريات بشكل كبير وهذا يؤثر بشكل سلبي على الأسنان وطبقات الأسنان وأكثر الناس أيضا يستخدمون المشروبات الغازية التي أيضا تؤثر على طبقات الأسنان وتؤدي إلى استهلاك الطبقة العلوية للأسنان التي هي تحافظ على الطبقات الأخرى وينصح أطباء الأسنان بمراجعة طبيب الأسنان ما بين أربع إلى ستة أشهر لفحص عام حتى لو لم تكن لديكم أي مشاكل في الأسنان لأن دكاترة الأسنان يستطيعون أن يرون ما لم ترونه أنتم في المرأة العادية شكرا لكم لحسن متابعتكم ونراكم في الحلقات القادمة